والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نهني إخواننا المسلمين بهذا اليوم المبارك يوم عيد الأضحى والحمد لله عندنا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عيد الأضحى هو أفضل أيام العام وفي حشد المسلمين رجانا ونساء وصبيانا في مصليات العيد تعظيم لهذه الشعيرة وإظهار لهذه المناسبة واحتفال شرعي عظيم بهذا اليوم المبارك صلاة العيد صلاة عظيمة ومشهد عظيم وفيها خير كثير وأجر كبير من الله سبحانه وتعالى فهي شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة فهي عبادة عظيمة ومظهر عظيم من مظاهر هذا الدين العظيم وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة وبعضهم إلى أنها فرض كفاية وذهب فريق من أهل العلم إلى أنها واجبة على الأعيان كالجمعة صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي بقيت في حق الباقين سنة وقد أمر عليه الصلاة والسلام بشهود صلاة العيد وأمر بذلك العواتق وذوات الخدور والحيط وهنا لسنا من أهل الصلاة ليحصلنا على الأجر والثواب وشاركنا في هذا المظهر العظيم وكذا يخرج الصبيان مع أهرهم قال ابن عباس رضي الله عنهما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم فطل أو يوم أضحى فصلنا ثم خطب نعم يخرجون الصبيان مع آبائهم و أمهاتهم ليتربوا على الخير و ليحصلوا على الأجر والثواب و بركة هذا اليوم العظيم و يسن في هذا اليوم التبكير إلى صلاة العيد بعد صلاة الفجر و أن يخرجوا لمصل العيد على أحسن هيئة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجمل المسلمون و يتطيبون لاستعداد بشهود هذه الإبادة العظيمة كما يسن التكبير في طريقه إلى المصلة و هذه الأيام هي أيام تكبير و تهليل و ذكر لله تعالى التكبير مشروع في طريقه إلى الصلاة و في رجوعه من الصلاة وتسن مخالفة الطريق و هو أن يذهب من طريق و يرجع من آخر لما ثبت عنه عليه الصلاة و السلام أنه إذا كان يوم عيد خالف الطريق السنة أنه يخرج من طريق و يرجع من طريق آخر لتشهد البقاع خروج المسلم و رجوعه من هذه الصلاة العظيمة و يسن في عيد الأضحى أن لا يأكل شيئا حتى يصلي فقد كان النبي عليه الصلاة و السلام لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم و لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي إذا أراد أن يضحي فلا يأكل شيئا حتى يضحي و يأكل من أضحيته تقام صلاة العيد بدون أذان و لا إقامة و هي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات و في الثانية خمسة يقرأ في الأولى بسبح و الثانية بالغاشية يصلونها مع الإمام و يخطب الإمام فيهم خطبتين بعد صلاة العيد و يكيرهم لفضل الله و رحمته و يحثهم على الذكر و الدعاء و الاستغفار و التوبة إلى الله سبحانه و تعالى و وقتها كصلاة ضحى و صلاة ضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد الرمح أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة تقريبا و بعد الصلاة و الخطبة يذبح أضحيته بيده أو أفضل أن يذبحها بنفسه و إذا كان ما يحسن الذبح يوكل من يذبحه و يحضر ذبحها و يأكل منها و يهدي للأقارب و الجيران و يتصدق على الفقراء ثلثا يأكله و ثلثا يتصدق به و ثلثا يهديه و إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين استحب إظهار الفرح و السرور و التهنئة المسلمين بعضهم لبعض بهذا اليوم المبارك و هذه المناسبة العظيمة و من الحفاوة بالعيد تبادل التهنئة به و يستحب التوسعة على العيال في أيام العيد بما يحصل لهم به بسط النفس والفجر و ليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر